هذه أبرز العناوين منتخبات أربع قرات تسعة لمواجهة المنتخب المغربية لم تصدق ما وقع في اجتماع سري بين وليد رقراكي وإبراهيم دياز لقجع يحاكم رقراكي بحضور أربعة مدربين بسبب الإقصاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس منتخبات أربع قرات تسعة لمواجهة المنتخب المغربية تلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعوات تهم برمجة مباريات وذية ضد منتخبات عالمية ويهم الأمر منتخبات تمثل القارات الأربعة أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وفي هذا الصدد هناك مفوضات بين السنغال ومالي وقبل هذين المنتخبين توصلت الجامعة بعرض من اتحاد الأورغوي يهم برمجة مباراة وذية في شهر مارس بمدينة ليلة الفرنسية كما توصلت الجامعة أيضا بعرض يهم برمجة مباراة وذية ضد منتخب تركيا ما بين إسطنبول أو مدينة أوروبية في حين يهم عرض أمريكا الشمالية منتخب كندا الذي يود بدورها مواجهة المنتخب المغربي وذية خلال فترة التوقف الدولة القادمة التي ستصادف شهر رمضان إن شاء الله لن تصدق ما وقع في اجتماع سري بين وليد رجراجي وإبراهيم دياز كشف موقع العربي الجديد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدت اجتماعا سريا مع إبراهيم دياز نجم موريا المدريد الإسباني ووالده في مدينة مراكش الأسبوع الماضي وذلك لبحث إمكانية انضمام اللاحب إلى الصف في منتخب أصود الأطلس وحضر إبراهيم دياز ووالده إلى مراكش الأسبوع الماضي حيث عقد اجتماعا حسما مع المدرب وليد رجراجي وبعد مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل أن يطلع على مشروع المنتخب المغربي وكان لهم حادث خاص مع المدرب وليد رجراجي وضفضت المصدر أن اللاعب دياز أبدح مسان كبير لارتداء قميس المنتخب المغربي في المرحلة المستقبلية وحاليا يرفض الحديث عن المنتخب في لقاءات الصعف ويفضل تدبير ملف انضمامه في سرية تامة لتفادي ضغط الإعلام الإسباني ويعاول المدرب وليد رجراجي على استقطاب نجم ريال مدريد نظرا لموهبة الخارقة حيث يهدف الرجراجي إلى ضخ دماء جديدة في خط هجوم منتخب أصود الأطلس ومن المتوقع أن يحثم لعب ريال مدريد قرره رسميا قبل المعسكر التدريبي في مركز محمد السادس بالرباط في الفترة الممتدة ما بين الثامن عشر والسادس والعشرين من مارس القدم القجاع يحاكم الرجراجي بحضور أربعة مدربين بسبب الإقصاء اجتمع فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي بالناخب الوطني وليد رجراجي لتقييم حصلة المشركة المغربية بنهائية كأس أفريقية للأمام التي اختتمت الأحد الماضي بالكودفور وكشف مصدر مسؤول أن فوز القجاع استدعى سعيد شيبا مدريب الفتيان ومحمد وهبي مدريب الشبان وعيسام الشرعي مدريب الأولمبيين بالإضافة إلى البلجيك كريس فانبويفيل داد مدير التقنية الوطنية لحضور الاجتماع الذي تمح ورحه إلى السؤال واحد طرحه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة على الناخب الوطني وليد رجراجي وأوضح موقع أن فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة وجه سؤال مباشر ومحرج للناخب الوطني وليد رجراجي قال فيها لماذا لم يتوجل منتحب الوطني بكأس أفريقيا وأكد المصدر ذاته أن رئيس الجامعة زاد في إحراجه للناخب الوطني عندما أكد له أنه تم توفير جامع الظروف للنخبة المغربية لتكون في الموعد وأشار المصدر الجامعي أن فوز القجاع طلب توضيحات من الجامعة بخصوص فشل المنتخب الوطني في تحقيق لقب كأس أفريقيا للأمم ورغم بلغ الجامعة الذي أكد أن القجاع عقد الشماعات مع الرجراجي إلا أنه قرر عقد الشماعي جديد معه بحضور مداربية المنتخبة الصغرى لبحث أسباب الإقصاء غير المنتظر من دور ثمن نهاي كأس أفريقيا للأمم هذه مقترحات إنفانتينو للقجاع بخصوص موعد تنظيم كان الفين وخمسة وعشرين بالمغرب أثار الغموض الذي يلف موعد تنظيم كان الفين وخمسة وعشرين بالمغرب العديد من التساؤل التي واتكهونت لعدم تحديد موعد دقيق لانطلاق البطولة أرغم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سبق لها أن تحدثت عن فترة الصيف كموعد للعرس الأفريقية فبعد الأخبار المتضاربة في هذا الخصوص أكدت تقرار إعلامية خبر إجراء إجراء إجيانا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم محدثات مع نظيره في الكاف باطريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع بشأن موعد إقامة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب وذلك على همش حضورهم في نهائي الكن ونقل موقع كورا رياضي عن مصدر خاص قوله أن إنفانتينو تحدث مطولا مع فوز القجاع بحضر موتسيبي وخيره بين إقامة البطولة في مارس 2025 أو تأخيرها إلى شهر يناير من سنة 2026 وأشار المصدر داتويل أن إنفانتينو لم يتلقى رضا حسما من القجاع الذي يسار على أن يصدف المغرب إقصائيات خلال فصل الصيف تزامنا مع احتفالة عيد العرش في شهر يوليوز وأيضا لضمان نجح التظاهر في ظل الحالة المناخية الجيدة عكس فصل الشتاء وورد الموقع أن رئيس الفيفا أكد أنه في حال إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا ومنذير الأندية خلال الصيف 2025 فسيتعين عليه عقد الشماع مع الاتحاد الأوروبي ليقناعه بتأخير انطلاق الدولية الأوروبية حتى شهر يشتنبير 2025 واشدد إنفانتينو حسب المصدر النفسي على أن الحسم ينبغي أن يكون قريبا كي تتحدد مواعيد المباريات بدقة باعتبار أن صيف السنة 2026 سيشهد احتضان أمريكا الشمالية لنهائية كأس العالم للمنتخبات وضف المصدر إنفانتينو وجد نفسه في موقف لا يحسد عليها لأنه حاجز عن تعديل التاريخ منذير الأندية بشكله الجديد بسبب عقد الرعاية والنقل التلفزيوني واتفاقه مع الأندية الأوروبية الكبيرة التي حددت برنمج تحضيرتها لهذه الفترة وكان بلاغ الجامعة الملكية بخصوص تجديد ثقة في الناخب الوطني وليدرقراجي قد كشف أن النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب ستقام صيف سنة 2025 حيث شاء فيها أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاعة على ضرورة الاستمرار في العمل وبدل قصار الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تصحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسة القادمة في منقدمتها تصفية كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائية كأس أفريقيا للأمم التي ستصطدفها بلادنا في صيف السنة المقبلة إن شاء الله تجسيدا للرعاية السامية التي يليها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله لكرة القدم الوطنية يذكر أن البطلس موتسيبي صراحة في هذا الخصوص قائلا لن أصدر إهلانا سنفعل ذلك في الوقت المناسب رسالة لشعب المغرب والشعوب أفريقيا هي أن بطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل ستحقق نجاحا كبيرا وتقل من أنه يمكننا العثور على مواعيد جيدة ترجمة نانسي قنقر